ترجمة نانسي قنقر وبنى الأضرحة على القبور وصار لها طقوس ومناسك حج المشاهد هذه القبور والأضرحة عودة الوثنية مرة أخرى يتوجهون إلى الأولياء والمقبورين بالدعاء والطلب يا فلان أغثني يا فلان اشفني يا صاحب الزمان يا ولي المدد ونحو ذلك من هو المغيث؟ من هو النافع الضار النصير العليم الشافي الرزاق؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري الذبح لمن؟ لله فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولذلك لا يجوز أن يهدى للميت لا طعام ولا زيت ولا نقود وهذه من مظاهر الشرك فماذا حل بالعالم الإسلامي؟ ماذا حل بالمسلمين؟ حسب نشرة المعهد العالمي للإحصاء في فرنسا وهم يحصون ما عندنا من المظاهر ربما أكثر مما نفعل يقول التقرير وصل عدد القبور والأضرحة التي يطاف حولها وتقدم لها القرابين إلى عشرين ألف ضريح وهكذا أضرحة منتشرة في أنحاء بلاد المسلمين حتى قال بعض من رأصد هذه الظاهرة إنه توجد في بلد واحد من بلاد المسلمين في إفريقيا أضرحة منتشرة في ستة آلاف قرية ومراكز لإقامة الموالد للمريدين والمحبين ومن الصعب أن يوجد على مدار السنة يوم ليس فيه احتفال بمولد ولي يأتون إلى قبره فيقيمون تلك الطقوس وبعض المقبورين المدفونين في تلك القبور قد يكونون من الصحابة أو التابعين أو الصالحين والأولياء وبعضهم من المشركين قد عظموهم أيضاً ولا يجوز الغلو لا بنبي ولا بولي لا بصحابي ولا بتابعي لا برجل صالح ولا بغير صالح الغلو حرام المسألة متعلقة بالعبودية وقبل نحو من مئة وأربعين عاماً ذكر بعض المؤرخين في دمشق وحدها مئة وأربع وتسعين ضريحاً ومزاراً يزار أصحابها ويتبرك بها وفي الأستانة عدوا فيما مضى أربعمائة واحد ثمانين جامعاً في تركيا لا يخلو جامع منها من ضريح وفي الهند أكثر من مئة وخمسين ضريحاً مشهوراً يأمها الآلاف من الناس وفي بغداد أكثر من مئة وخمسين مما بني على هذه القبور أضرحة وفي الموصل أكثر من ستة وسبعين ضريحاً مشهوراً وفي مناطق نائية وقريبة وبعيدة وهكذا في أوزباكستان وتشقند والجمهوريات السابقة مزاراتٌ مزعومةٌ مكذوبةٌ أو فعلاً فيها ناس من الأموات من المسلمين يُعبد أصحابها من دون الله وتخترع الأحاديث لبيان فضلها وأن من حج إلى الولي الفلاني فإن حجته إليه تعدل عشرين حجة ومن اعتمر عند قبره وطاف وحلق تعدل عشرين عمره زيارة القبر الفلاني يعدل عشرين حجة وهكذا صارت المسألة منافسة للبيت العتيق يُؤتى صاحب القبر والضريح يُلتمس ويدعى ويرجى يُطلب منه النفع والضر والغوث ومن هو المغيث ومن هو الذي يُعبد ومن المستحق للعبادة وحده لا شريك له إنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إذن يُصلون عند القبور يقصدونها للصلاة والواحد منهم يقف خارج القبة هكذا ورد في مناسك شركهم إذا أتيت فقف خارج القبة وارمي بطرفك نحو القبر وقل يا مولاي ثم انكب على القبر وقل أتيتك خائفاً فآمني وأتيتك مستجيراً فأجرني وهكذا يُعلمون العوام كيف يُشركون بالله وتفاصيل الشرك وهكذا الوثنية تُقام مظاهرها ويُقال عنها عتبات مُقدَّسة وأضرحة ومن الذي جاء به الإسلام هدم كل ما كان على قبر كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه بماذا بعثه؟ أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته إذن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ممنوع البناء فوق القبور والارتفاع عليها إنه يؤدي إلى عبادتها من دون الله اللهم أحينا مسلمين وتوفَّن مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم